السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحداث هذه الحلقة نخصصها للحديث عن مستجدات الوضع الأمني في تعز بعد انسحاب كتاب أبو العباس إلى منطقة الكذحة قال مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحاليين الأجهزة الأمنية تمكنت من فتح كافة المربعات في المدينة والانتشار فيها وأوضح مدير الشرطة أن الحملة الأمنية لم تحقق أهدافها حتى الآن بشكل كامل متهما كتاب أبو العباس بالتعنت في تسليم المطلوبين أمنيا طبقا لما تم الاتفاق عليه وكانت شرطة تعز قد أعلنت ارتفاع أعداد ضحايا المواجهات التي شهدتها مدينة تعز خلال الأيام الفائدة إلى 115 شخصا بين قتيل وجريح من المدنيين والعسكريين نتوقف مشاهدين عند هذا الخبر لنناقشه في محورين أسباب وآثار رفض كتاب أبو العباس تسليم المطلوبين أمنيا ودور السلطة المحلية وقوات الأمن في تطبيع الحياة بالمدينة لكن قبل البدء بالنقاش نتابع سويا هذا التقرير هكذا صحت تعز مجزرة في الريف ودمار في المدينة حيث أكدت الأنباء الآتية من مديرية جبل حبشي استشهاد امرأة وبناتها الأربع وإصابة طفله بعد سقوط صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على أحد المنازل كان الحوثي قد أطلق قذيفة على مدرسة الحجري بالمدينة قبل ثلاثة أيام ما أدى إلى استشهاد طالبتين وإصابة أخريات المجزرة الحوثية في ريف تعز تزامنت مع الدمار الذي لحق الممتلكات العامة في المدينة القديمة والمناطق المجاورة لها إثر المواجهات التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين الأمن وكتائب أبو العباس على خلفية تمردها على القوات الأمنية ورفضها تسليم متورطين بارتكاب عمليات ابتيال طالت جنود أمن وموظفا بالصليب الأحمر وخطيب جامع العساي الحياة العامة عادت إلى المدينة القديمة وتنفس سكانها نفس الحرية بعد أيام كارثية من المواجهات العنيفة وبعد خروج كتائب أبو العباس من المدينة إلى الكدحة أوضحت الصور جزءا من الخراب الذي لحق شوارع المدينة والممتلكات العامة وبعض المنازل وأبانت حكاية المواطنين صورا من الألم والمعاناة المخفية في رماد العنف مش اتفاق اللحظة أو اتفاق الساعة كان ضمن اتفاقات سابقة من شهر ثمانية 2018 عندما تم توقيع اتفاق وعمده الأخ المحافظ أمين محمود في ذلك الوقت وتكررت الاتفاقات في كل حملة تحصل اتفاقات لم تكمل اللجنة الأمنية تحقيق كامل أهدافها فوفق متمر صحفي لشرطة تعز لم تسلم كتائب أبو العباس المطلوبين أمنيا وهو ما يجعل الهدوء الذي يسود تعز ممزوجا بالخوف من بقاء خلايا نائمة يمكن أن تنشط في عمليات اغتيالات قادمة وهو ما يستدعي وفق مواطنين مواصلة البحث عن الخارجين على القانون وضبطهم وضع خطط أمنية تضمن استقرار المدينة وحفظ دماء أبنائها إذن نبدأ النقاش مشاهدين وينضموا لينا من تعز المتحدث باسم الجيش في تعز سيد عبد الباسط البحر سيد عبد الباسط مساء الخير حياك الله في الكريم مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين جميعا أهلا بك سيد عبد الباسط نتحدث اليوم عن الوضع الأمني في تعز خصوصا بعد الأحداث الأخيرة ونتسأل هنا كيف تقيم الوضع الأمني في مدينة تعز بعد مغادرة كتائب أبو العباس إلى منطقة الكدحة الحقيقة الوضع الأمني في تعز مستطب إلى حد ما وهناك أعمال كبيرة قام بها الأمن خلال المرحلة الماضية أدت إلى تقليص القريمة وأيضا الانتشار الأمني وتفعيل الأجهزة الأمنية والأقسام السورطية وإدارة الأمن وإن شاء الله أنه يتم البناء على هذا ويتم أيضا الانتشار الأمني في كل المربعات في كل مربعات المدينة الحقيقة بالنسبة للمغادرة التي تتحدث عنها هناك كل الألوية العسكرية وكل الكتائب لديها قبهات ولديها نطاق مسؤولية قطاع مسؤولية ومسرح أعمال قتالية تتحرك هذه الألوية والكتائب والأفراد لأداء مهامهم في قبهاتهم بشكل دائري على محافظة تعز المنتشرة بشكل دائري وبالتالي يعودوا إلى مساكنهم كمواطنين صالحين وكلنا والضباط والقيادات والأفراد ومن كل الألوية العسكرية وكل الكتائب العسكرية نذهب إلى أعمالنا ونذهب أيضا إلى قبهاتنا ثم نعود كمواطنين صالحين في أيام الإجازات أو المأذونيات أو لأي طالع يعود الإنسان إلى بيش وإلى عمله فما ثم هو خروج السلاح الثقيل والعناصر القتالية إلى القبهة المحددة لها وبالتالي العودة متى ما أرادوا أو متى ما كان إلى بيوتهم وإلى أعمالهم بشكل طبيعي وطويعي وسهل طيب سيد عبد الباسط بعد أن غادرت كتاب أبو العباس وكما أكد أيضا خروج الأسلحة الثقيلة من المدينة هل نستطيع القول بأن مدينة تعز ومركز المدينة المكتظة بالسكان لن تشهد مواجهات قادمة بين اللجنة الأمنية وبين كتاب أبو العباس أولا ما لم أؤكد أو أثبت خروج الأسلحة أنا قلت من ضمن ما توصلت إليه اللجنة تسليم المطلوبين وخروج السلاح الثقيل والعناصر القتالية وفتح كل مربعات المدينة أمام المواطنين وأمام الحملة الأمنية والإفزا الأمنية والأقسام الشرطية بحسب ما هو متعارف عليه نعم يعني نفهم أن الأسلحة ما زالت متواجدة يعود على لقنة التهديئة هي التي تقول هل ما زالت الأسلحة متواجدة أو قد خرجت هذا نحن في انتظار تقرير بما تم إنجازه من لقنة التهديئة المطلفة بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق وهي التي ستقول أن الاتفاق نفذ أو لم ينفذ أو باقي منه بنود لم تنفذ أو غيرها وبالتالي على ضوء التقرير المرفوع إلى القيادة سواء في تعز أو القيادة العليا سيكون اتخاذ القرار مناسب بالنسبة لعودة المواجهات أو عدم عودتها أخي الكريم هناك حتى في الدولة المتقدمة أحيانا يتم تحصن بعض الخالقين عن نظام القانون أو المقلمين أو ما ارتكبوا بعض القرائم في بعض البنايات أو بعض الأزقاء أو بعض البيهات ويتم التعامل معهم متقل للقانون لكن السيد عبدالباسط هذه الأحداث هي ما تحدث بين سنة وأخرى لكن الناس اليوم في تعز أو المواطنين يعيشون في حالة توتر وعدم طمأنينة في مسألة أنهم يتوقعون في أي لحظة تتم مواجهات في أي شارع أو أي منطقة بالتالي هناك عدم استقرار لدى الناس وطمأنينة بالتالي هنا نود التوضيح من خلالك بأن الأزمة أو المواجهات التي تحصل بين فترة وأخرى بين كتاب أبو العباس واللجنة الأمنية بعد خروج هذه الكتاب إلى منطقة الكدحة نستطيع القول أن مواجهات قادمة في الأحياء السكانية والمكتظة بسكان بعيدة أن تحدث بعد الآن من خلال الوقاية إن شاء الله بأذن الله إذا عادت مواصلات الدولة وقرأ تمتيز القانون وسريان القانون وتم تفعيل أجهزة العمن والشرطة والتحريات وغيرها واتقها الجميع نحو الدولة وإن شاء الله بأذن الله أن تكون الدولة هي المرقعة للجميع نعم إذن تكرم بالبقاء معي قليلا سيد عبد الباصط وأرحب بضيفيها سيكون معنا من العاصمة الماليزية كوالا لنبورا المحلل السياسي فيصل علي وسيكون معنا من تعز الناشط السياسي أحمد شوقي مرحبا بكم وأذهب بالسؤال إليك سيد أحمد سيد أحمد ما وصلت إليه الأوضاع أو انتهت إليه في تعز كيف تراها بنظرك؟ صحيح أنني لست في تعز وإنما في عاصمة المؤقتة عدن بعيدة الحمضة الأمنية السابقة والتي تعرضنا فيها للتهديد للقتل واضطرت إلى النزول إلى عدن نعم سيتم تصحيح عنها نعم صرفت إليه الأمور الآن يعني هو انتصار لتجمع من الإصلاح كذا بوضوح يعني وتحت مسمى الحمضة الأمنية تم تزهجير مجموعة أبو العباس الآن تقع المسؤولية الكاملة في تعز على عاتق الإخوة في إدارة أمن تعز وقيادة محور تعز والأنوية العسكرية في تعز تقع عليهم مسؤولية الأمن وحفظ النظام داخل المدينة تقع عليهم مسؤولية تحرير المدينة وباقي المحافظة أي عزر منذ الآن فصائفا غير مقبول ويكفي أكاذيب لأنهم يتعذروا بالسلاح تعذروا بالتموين تعذروا بالإنداج تضح أن حروبهم الخاصة هم قادرين على تمويلها ولتيهم من السلاح رسانة عسكرية كبيرة جدا قادرة على أن تهز مدينة تعز الكتالة الذي حصل داخل مدينة تعز بين رفاق السلاح أقوى من الكتالة الذي حصل مع الحرسيين وبالتالي لا أعذار بعد اليوم ويكفي كذبا تضريلا أما فيما يخص المطلوبين أمنيا فأود أن أوضح للإخوة المشاهدين ولكم في قناة برقيس أنه لم يتم مناقشة موضوع المطلوبين أمنيا خلال التفاوض الذي تم بين مجموعة أبو العباس أو كتالة أبو العباس وبين لجنة التهدي المذكورة أو الطرف الآخر ما حصل هو أنه طلب منهم الخروج من المدينة حسب ما سمعت وتم الموافقة على هذا الطرف بشكل أو بآخر بضغوط من الحكومة الشرعية من بعض الأشخاص المحسوبة المهم وتم الخروج من المدينة وإذا كان هناك الآن مطلوبين أمنيا كما يقولون فهي الحق بهم للكرحة يكفي ابتزاج للرأي العام يكفي ضغط على المواطنين يكفي كذب على المواطنين يكفي مزايدة يكفي لف ودوران يكفي خداع قد اتعذنا قلال أربع سنوات من هذه المراوحة التي تمارس علينا من قبل هؤلاء الناس الفشلة والذين لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أسف أسفا لا ترضى الأمن ولا ترضى النظام ولا القبل على المطلوبين أمنيا هم الآن في الأحياء الشمالية والأحياء الوسط في المدينة يعني عشرة المطلوبين الأمنين وعشرة المقرمين يرينا الآن عبدالبابة البحر أو غيرهم الذي يفعلونه بتاعي نعم إذن نبقى معي سيد أحمد وسأنقل وجهة نظرك إذا لم يكن قد سمعها السيد عبدالباسط البحر المتحدث باسم الجاي سيد عبدالباسط يعني لعلك استمعت لحديث الناشطة السياسية أحمد شوقي يقول اليوم يعني لا توجد أعذار أمام الأجهزة الأمنية في تاعز بعد خروج كتاب أبو العباس إلى الكدحة وهم اليوم مطالبين كجهة يعني مسؤولة كاملة المسؤولية عن الوضع الأمني في تاعز ولا يوجد أي أعذار بعد اليوم أعتقد أن الناشطة طولا مع الشرعية ليس كذلك أكيد لأن الطار حقه يعني قريب من حق الحوثين فاشتبه عليها الأمر قليل الحقيقة طبعا إذا أردنا النصر لا حلول لابد أن نحترم الحقائق حينما نقول أن السلطة المحلية المعينة بقرارات جمهورية وحينما نقول أن القيش والألوية العسكرية المعينة بقرارات من فخامة الأخ رئيسة الجمهورية وحينما نقول أن الأمن والأجهزة الأمنية والسياسية والعسكري والاستخبارات حينما نصف كل مؤسسات الدولة الشرعية بأنها حزبية أو غير ذلك أعتقد هذا فيه تصحيف كثير وتقليل من شان الحقيقة ثم لما نقول أنه أنا نازح أو مهجر إلى محافظة أخرى هذه أيضا فيها نظر لأن السلطة المحلية موجودة الأخ المحافظ موجود ويحمل مسؤولية قانونية ولجزة الأمنية ويقول أنه مضايقة من قبل اللجنة الأمنية بناء على آرائها السابقة يتقدم يتقدم بشكوى إلى الأخر المحافظ ويتقدم بشكوى إلى الجهة العسكرية ويتقدم بشكوى إلى القضاء وإذا لم يتم إنصافه بعد ذلك يعني من الحق أن يتكلم بالنسبة هنا للنقطة الأخرى سيد عبد الباسط والأهم التي طرحها السيد أحمد شوقي في مسألة أنه لا يوجد أي نقطة ذكرت في الاتفاق الذي قامت به لجنة تهديه ما بين أبو العباس واللجنة الأمنية في مسألة تسليم أي عناصر مطلوبة أمنيا من قبل أبو العباس وهو ما تم الاتفاق عليه فقط مسألة مغادرة الكتائب للمدينة القديمة والذهاب إلى الكدح العكس صحيح الاتفاق موجود ومنشور من أيام المحافظة السابقة والمحافظة اللاحقة وقرارات اللجنة الأمنية منشورة الاتفاقات السابقة هو يقصد على الاتفاق الأخير الذي بني عليه خروج كتائب أبو العباس وآخر اتفاق نص على تسليم المطلوبين أمنيا خلال 15 يوم لكن بغض النظر عن هذا هناما نقول أنه مغادرة الكتائب وخروج هذا أيضا كير صحيح بالمرة المطلوب عدم يعني تكريس السلاح الثقيل في مربع معين وإغلاقه إغلاقه بالصوت والصورة أمام المواطنين وأمام الأجهزة الأمنية وأمام السلطة المحلية هذا غير مقبول أما أي كتائب أو أفراد عسكريين يذهب لأداء مهامه في القبهة القتالية ويعود إلى موطن إلى بيته وأهله فهذا تكفل للدولة والأجهزة الأمنية كاملة السلامة والحرية والتنقل هنا نقطة أخيرة مهمة سيد عبدالباس قبل أن أختم معك وأود التساؤل بها هو أيضا لفت إليها للسيد أحمد في مسألة السلاح هنا الحديث عن أن أبو العباس يمتلك عتاد كبير ومطالب بتسليم السلاح وأيضا بالمقابل الاشتباكات التي حدثت في المدينة خلال الأيام السابقة كما وصفها الأخ أو سيد أحمد أنها تفوق ما تم استخدامها في مواجهة الحوثيين في الجبهات وبالتالي هناك أيضا ما نسمع مناشتات للتحالف والحكومة بتمويل الجبهات بالسلاح بينما ما يستخدم في الاشتباكات البينية هي أكثر بكثير مما يستخدم في الجبهات هذا كما وصف ضيفنا أولا أريد أن أبين أنه يجب أن نبعد الأمن والجيش عن المناكفات السياسية فاليناكف السياسيين واليزايد المزايدون لكن بعيدا عن أداء الأمن لا سياسة في الأمن ولا أمن في السياسة الجيش والأمن ينبغي أن يؤدوا دورهما كما يتطلب الموقف الأمني والموقف العسكري بعيدا عن الانتماءات وبعيدا عن التسميات المختلفة هذا أولا ثانيا بالنسبة للجيش في تعز ما حققه أنت تعرفه وأنا أعرفه والأخي أعرفه يعني أكثر من 65% الآن من محافظة تعز محرر والأماكن الحساسة والمهمة والمدينة التي هي المركزية أيضا مناطق محررات الأمر الذي يليه أن الأشقاء في التحالف والشرعية اليمنية والرئاسة والقيادة هي تعرف تماما كم سلمت وماذا سلمت وكم سلحت وماذا سلحت فلا داعي المزايدة لا على القيش ولا على الأمر ولا على الأشقاء هم يعرفوا جيدا كم سلموا ولمن سلموا ومتى سلموا وأين ذهب ما سلموه وهم يعني يتابعوا ويحاسبوا كبلة فرد أو جهة أو مؤسسة تنصرف لها ويعرفوا ذلك جيدا بأدقة تفاصيل وبالأرقام العسكرية وبالتالي لا داعي اعتقد للمزايدة الأعلى تعز ولا على غير تعز ما تم من عملية أمنية وتدخلت وعوامر توقيهات السلطة المحلية ومحافظة المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وقيادة الأجهزة الأمنية وتم بإطار محدود طبعا لمطاردة عناصر مطلوبة في قضايا جنائية وقضايا اغتيالات وحوادث معروفة ومشهودة ومشهورة وأسماء المطلوبين تم من قبل الواقع المحافظ إرسالهم ببرقية معروفة مشهورة منشورة في كل وسائل التواصل أعتقد نلابد أن نحترم العقول قليلا وأن نحاول على أقل تقدير أن يكون الكلام لا نقول الحقيقة ولا صحة على الأقل يكون منصف نوعا ما ويحترم المشاهدين ويحترم القناة والوسيلة التي يبوت من خلالها أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم الجيش في تاعز سيد عبد الباسد البحر وأعود لضيفي الناشط السياسي من عدن سيد أحمد شوقي سيد أحمد استماعت إلى ما طرحه المتحدث باسم الجيش في تاعز وفي النقطة الأهم هو مسألة تهجيرك وخروجك من تاعز هذه النقطة التي تم الحديث عليها هو يقول أن هذا الأمر غير مقبول وأنه بإمكانك تقديم شكوى للجهات المعنية وللمحافظ شخصيا حتى يتم النظر في هذه القضية طيب أنا أريد أن أوضح أولاً أنا الواطن أحمد شوقي أحمد دافعت عن الشرعية حينما كان عبد الرضو منصر هذه أسيراً في قصر رئاتي ودافعت قبلها ودافعت حينما دخل الحرسيين إلى صنعات في اليوم الثالث والناس صامت ونصر يمكن أن أتحدث على الفضائية ضد الحرسيين بكل قوة وقتها لا أدري أنه كان عن تباصل البحر رقم سنين فيما يخص الاعتداءات والشكاوى وإذا كان المحافظ نصر الآن في عدن وليس في استقاعته العودة إلى تعز وإذا كانوا هؤلاء من يتحدث هذا عن تباصل البحر والمحور وجيش وغير يتحدثون الآن على النظام القانون هما متمردين على الصفة المحلية وعلى المحافظة الذي وزها أكثر من خمس ست برقيات بإيقاف هذا العمل المشهين هذا العمل المخضر الذي مورد داخل سعد ورفضت توجيهاته وتم مواصلة هذا العمل حتى نهايته إذن من الذي سوف يستطيع أن يطاله المحافظة وهو شخص مدني وليس لدعي وعسكري لحماج هذا على سبيل المثال المشألة الثالثة هو أرمي شخصيا يعني أنا آسف من هنا بخلف المشألة الشخصية لكن تعرضت من المدير القسم وإلى اليوم ما زال القسم هذا موجودا داخل تاعج موجودا في إدارة أمن تاعج وقام بالإعداء على مقر المحافظة في أيام الدكتور أمين محمود وأطلق الرصاص وقوص المواطنون على يعني بوابة المحافظة وتأمي إعادتهم من قبل الدكتور على تقويل المخلاس وتسليمه سيارة التي كانت كما تساطرتها هؤلاء الناس متواطئين كذبين غزوان المخلاس اعتدل علينا شخصيا تمام وعذانا واشتشينا أكثر من المغنان فيها لغة بلاغة على غزوان المخلاس وفي عدة بلاغة على شايف الصغير هو في المجال العام يعني ما الذي يتوجب اليوم يا سيد أحمد كذب المتحدث باسم محور تعز المعقين عن خروض مجموعة أبو العباس وعلى الاتفاق الرتم خروض مجموعة أبو العباس كان وثقا لضلال صادر على الإعلام والأمن التابع لإدارة سرطة تعز وليس صادرا عني شخصيا كان صادرا عن إدارة سرطة تعز ما يتحدث عنهم من التفاق وما يتحدث عنهم لا يوجد محور إلى الآن وإذا كانوا هم عندهم المصداقية فليخرقوا لنا المحور وليخرقوا لنا وهذه البنود بالآن في التحالف السياسي أعلن بواب مباركته للاتفاق ولا يوجد أي اتفاق مكتوب إلى الآن ولا يوجد بلود معروفة هؤلاء الأخي تعودوا على التضليل وتعودوا على الكذب طيب سيد أحمد لو عدنا بالحديث على وضع المدينة بشكل عام يعني مدينة تعز عانت الكثير خلال الفترة السابقة نعم سيد أحمد ما زالت كرز من قبل حبشي ما زالت المخلاف بيت الحوثي ما زالت كلها بيت الحوثي ما زالت المناطق الشمالية بيت الحوثي قل لي أين هي المناطق التي حررها النوار 22 ميشا طيب سيد أحمد لنتحدث عن الوضع الأمني حاليا في تعز أتفهم ما قلت ولكن في مسألة الوضع الأمني يعني ما الذي يتوجب اليوم لأن تصبح تعز مدينة آمنة ويتم تطبيع الأوضاع بشكل كامل ويشعر المواطن في تعز بالأمان أخي نحن خلال أربع شروعات قلنا بالذي يتوجب قلنا في أيام بندغر وقلنا في أيام بحاح وقلنا في أيام معي عبد الملك في أيام جميعا وتحدثنا بكامل المسؤولية وكامل التهذيب وكامل المحاولة جناع التواصل الإنساني والسياسي والعقلاني لكن هؤلاء الناس لا يريدون هذا السلام الآن هم في موقع المسؤولية السامح الكاملة تمام وقصومهم الآن أبعد تماما الخصوم السياسيين والخصوم العسكريين الآن ليرون النموذقهم كيف يستطيعون أن يبنوا دولة وأن يحافظوا على الأمن والاستقرار أما مسألة تقديم الشكاء وتقديم البلاغة هؤلاء نس كذابين كذابين ليس لديهم عهد ولا زمة ولا يستطيعون حماية فالآن يؤمنوا شرع واحد يقبضوا على المفروض الأمنية يقبضوا على عزوان المخلاف يقبضوا على غدر الشرعي يقبضوا على قرار الحديد الشميري تمام الذين قتلوا حديد الشميري الذي صاحب المطعم الذين نادروا إلى اليوم يأكلوا عنده تمام راحوا قتلوا بوحشية يقبضوا على قتلة نزيه الشميري يقبضوا على قتلة عبد الملكة السلال يقبضوا على قتلة سكريا الناصري يقبضوا على قتلة المواطنين في مهارة تعز وكلهم موجودين في مربعاتهم اليوم مدير الأمن يستهم اللواء ومدير عبدالفتر على قتلة حنال الحب وحنال الحب قتل في مربع على اللواء 17 مشاء هؤلاء الناس من الذي يريدونه يريدونه إثارة فتنة ويريدون إثارة حرق الخسائل طيب سيد أحمد فقط في النهاية باختصار ما هو الحل ليس لديهم أي مسؤولية للأسف ناس خارج إطارهم وإطار المسؤولية الجمعية ليس مسؤولين عن مواطنين هؤلاء مسؤولين عن شلال وعن لوبيهات وعن جماعات حزبية وعن كوادر حزبية وعن علاصر طيب طيب سيد أحمد هنا نقطة أخيرة يعني فقط سأترك لك المجال وبسبب ضيق الوقت لأقل من دقيقة وضحت فكرتك سيد أحمد هؤلاء يشتغلون مراقبة حزبية ومراقبة عسكرية ويزير المشاكل بين الناس سيد أحمد وضحت فكرتك لكن هنا أريد منك باختصار ما هو الحل في تعز اليوم بأقل من دقيقة فقط لأنه داهمنا الوقت أخيري أخي الكريم أنا أعتبر عن إجابة على السؤال لأنه في الحقيقة لا أرى أي حل في ظل الأحقاد التي تمثل منها في ظل المشاكل التي تمثلتها في ظل الترويع والتقبل اللارة وله ابن أتعد الآن صارعوا مشكلة كبيرة جدا صارعوا شارك في النساء الابتماعي وعليها والآن أني أجدوا حاجة أن تجمهم أما أنه نحن بحالة سوطة شرعية لنحمل المسؤولين عبد ربا منصورها بسبب تخاضله بسبب تكاسله بسبب فشله بسبب إهماله بسبب تقصيره بسبب استمتاعه بهذه المهزلة في حدد الفتاعد وبالتالي نحن ليس لدينا شيء نحن في نهاية مقارنة مواطنية قدمنا اقتراحات قدمنا مشاريع قدمنا قدمنا رؤى حاولنا إصلاح الواقع بكل ما استطعنا حاولنا بالكلمة حاولنا بالنطيحة ولكن لا تسمع لا حياة لمن تنادي وبالتالي هم مصررون على هذا الابتجاه يتحملنا ذائب الكارثية وبحث الصورة أشكرك جزيلا شكر الناشط السياسي سيد أحمد شوقي كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن ونكتفي بهذا القادر أشكر أيضا ضيفي من تاعز المتحدث باسم الجيش في تاعز سيد عبد الباصل البحر ونعتذر على عدم مشاركة ضيفنا المحلل السياسي فيصل علي كان سيكون معنا من كولا لنبور ولكن هو اعتذر أيضا بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة وهي أيضا من جميع فراء طاقم العمل حتى الملتقى في أماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر